الامر التاني وانا بتكلم عن ستنا سيدة نفيسة رضي الله عنه ارضها بارح الحقيقة طبعا انا حذرت وقلت احنا واكرر قلت احنا عندما ندعو الى زيارة الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة مقامات الصالحين ومقامات الاولياء احنا بنتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لان زيارة القبور امر مسنون يعني انا بس بوريك قدي الناس دول عندهم حالة من حالات الخبل يعني بيقول لك انه هذا الامر لا تشد الرحال الا لسلاسة مساجد طب هو النبي عليه الصلاة والسلام يا ايها المتزاكي مش عاوز اقول كلمة تانية المتزاكي لما بيقول استأذنت ربي ان ازورها ان ازور امه يعني فازن ليه لما ربنا يأذن للنبي عليه الصلاة والسلام انه يزور امه هل النبي كده كان بيشد الرحال لغير سلاسة مساجد يعني أنا عاوز أفهم هل النبي يقول ما لا يفعل حشاه صلى الله عليه وسلم يعني هل زيارة القبر هل الصفر لزيارة القبر هل هي مخالفة للكتاب والسنة فهنا بيقولك لا تشد الرحال إلا لسلاسة مساجد على مهلك كده عشان نقدر نفهم هؤلاء الناس لأنه الحقيقة دول يعني محتاجين فهم محتاجين يفهموا النابتة الذين اعترضوا وقال لك إزاي بتقول للناس روحوا للسيدة نفيسة وروحوا زوروا للسيدة نفيسة طف فيها إيه يا ابني قالك أصلي لا تشد الرحال إلا سلاسة مساجد يا قبوري طيب يا فندم هل القبر هل القبر ريجسر من عمل الشيطان فاجتنبوه هل القبر وسن لو إنسان اعتقد في القبر أنه ينفع ويدور فبقى وسن وبالتالي أحنا لم ندعو لا إلى التواف حول القبر ولا إلى التمسح بالحديد والمقصورة ولا بالقبر ولا بيطلب شيء من السيدة نفيسة إن لله وإن الله رجعون لأقولت لك روح اتمسح في الحديد ولا أقولت لك توف حولين القبر ولا أقولت لك أطلب منها أقول لها الحقين يا سيدة نفيسة تقول لي ما هو فيه ناس بتعمل كده فهموهم وضحوا لهم اشرحوا لهم واعرفوا إنهم ناس طيبين على باب الله وميحتاجين حد يعلمهم وياخد بأيديهم ويترفق بيهم ويحترم مشاعرهم وما تطولش عليهم وما تهكمش عليهم وما تلعهمش كفرة ومشركين أو عابدة أوسان ده احنا كلنا عقدتنا في كوه أي واحد أي واحد أي واحد من اللي انتو بتشوفوهم دول حوالين أضرح أو خلافه هو لا يعتقد إلا في الله هو لا يؤمن إلا بالله هو مش رايح أصلا هذا القبر إلا ابتغاء الوصول إلى الله سبحانه وتعالى طب ما هو ممكن كان يروح يزول قبر أي حد تاني من الفنانين أو من المطربين أو من لعبة الكرة أو من خلافه إنما ليه رايح لواني من أولاد للصالحين لعلقته بالله لعلاقته بالله ما رحش يزول قبر أمير أو غفير أو رئيس أو ملك أو إمبراطور فعيب عليكم عيب عليكم عيب عليكم افهموا اللي بتكتبوه في مواقع السوشيال ميديا قبل ما تتهموا الناس فقلت لكم إن احنا لما بنقول زوروا قبر السيدة نفيسة أو آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحننا ندعو إلى بدعة نحن ندعو إلى سنة مباركة أخذناها عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وأمر بزيارة المقابر وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى زيارة المقابر وفي حديث مويهبة لما استيقظ صلى الله عليه وسلم من منتصف الليل وقال يا مويهبة إني أمرت أن أستغفر الإهل هذا البقيع فأسرج الغلام للنبي دابته وقام النبي من جوف الليل صلى الله عليه وسلم وركب دابته ومعه غلام مويهبة وذهبا إلى المقابر وقال السلام عليكم يا أهل المقابر سأخصه سأسلام عليكم دار قوم المسلمين ومؤمنين إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار لقاء الله يعني معنى ذلك النبي هو سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيذهب إلى المقابر وبيركب الدابة بتاعته وبيذهب إلى المقابر فهل هناك تحريم للسفر للمقابر لم يقولك أنا رايح حذور النبي بتنكر علي ذلك كما فعل ابن تيمية هذا كلام طبعا كلام لا يقوله به عاقل يعني بينكر علينا أن نحن نقول أنا رايح حذور النبي أيوة يا سيدي أنا رايح حذور النبي عندك اعتراض يقولك لا تشد الرحال إلا لسلسة مساجد طب أنا مش رايح لسلسة مساجد خالص أنا مش رايح لقبر هل يجوز الذهاب إلى القبر الحديث اللي انت بتذكره لا تشد الرحال حاجة جنن والله يا جماعة الناس دي الله يديهم يا رب يقولك إيه الحديث لا تشد الرحال إلا لسلسة إيه بنراحة واحدة واحدة مساجد جاب سلة القبور هو بيتكلم عن المساجد يعني لا يجوز انك انت تروح شدد الرحال تقول اما اروح علشان اصلي ركعتين في المسجد الموجود في مثلا بلد فلانية البلد الفلانية داوت ليه لان المسجد المساجد كلها المساجد كلها عشان بس تبقى الامور واضحة عندك كلها درجة واحدة من الكرامة والقداسة والبركة معادة تلت مساجد معادة تلت مساجد ايه التلت مساجد دولة اللي هم استثناء اللي يجوز السفر علشان تصلي فيهم زيادة بركة اقولك بعد الفصل ابقوا معنا